يعني قبل ما نتكلم عن علاقة الملكية الفكرية بالتنمية وغيره حابين نبسط للسادة المشاهدين لمن لا يعرف تفاصيل كتير ايه المقصود بهذا المفهوم الملكية الفكرية خصوصاً النهاردة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بنحتفل باليوم العالمي لها ايه المقصود بالملكية الفكرية أنوحها وأهميتها أهلاً وسهلاً بحضراتكم وصباح سعيد على حضراتكم الحقيقة فعلاً الملكية الفكرية هي بتحمي وحماية حول الكية الفكرية هي بتحمي إبداعات الزهن العقل أي مكانة صورته هل صورته صناعية تجارية أدبية علمية فنية فمن الممكن أن يكون الإبداع الزهني يطلع في شكل منتج جديد فنحميه عن طريق براءات الاختراع ومن الممكن أن يطلع في شكل علامة تجارية لوجو أو شعار بيمثل شركة أو مؤسسة أو فرض فنقدر نحن نسجله ونحميه عن طريق العلامات التجارية ومن الممكن أيضاً أنه يطلع في شكل لحن موسيقي أو لوحة فنية فنقدر نحن نحميه عن طريق حق المؤلف أو يطلع في شكل أداء صوتي لغناء مثلاً أغنية أو عصف موسيقي فبنعتبره حقوق مجاورة اللي هو فنان الأداء فصور متعددة والحقيقة أن ليه أبعاد كتير اقتصادية وثقافية واجتماعية بتسعى كلها إلى حماية الإبداع الزهني والفكري الحقيقة أن المنظمة العالمية الملكية الفكرية حددت يوم 26 أربعة بالاتفاق بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية الملكية الفكرية اللي هي WIPO أو الوايبو علشان يكون يوم اللي أطلق فيه وتم إنشاء فيه المنظمة للاحتفال بيوم العالمي الملكية الفكرية الحقيقة زي ما حركتها فضلت وقلت أن مصر كان لها صبق من خلال المصر القديم اللي احترم الملكية الفكرية بشكل غير مباشر اعتبرنا أنه ينسب ليه أول بادرة لحماية واحترام حقوق الملكية الفكرية لما كان ذكر في كتاب الموتى وقال أن في حالة الوفاء بيكر المتوفى بعدة إقرارات كان من ضمنها أنه لم يختلف أقوال غيره جميل فده كان فيه تقدير من المصر القديم لحقوق الملكية الفكرية والحق المؤلف بشكل خاص